شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم الموقف الثالث من مواقف رمضانية من السيرة النبوية الصيام وبناء الأمة أولا الصيام ليس للمشقة أو للتعسير على أمة الإسلام قال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح إلى مكة في رمضان فكان النبي صلى الله عليه وسلم صائما ومعه أصحابه فصام الناس فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت فدعا بقدح من ماء فيه ماء بعد العصر يعني قبل المغرب فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام فقال أولئك العصاه أولئك العصاه الصيام ليس للمشقة ولا للتعسير على الأمة ثانيا صوم رمضان والإحسان الإحسان أحبة في الله كما عرفه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك وفي رواية عند مسلم أن تخشى الله كأنك تراه وفي رواية أن تعمل لله كأنك تراه عند أحمد إذن أن تعبد الله أن تخشى الله أن تعمل لله كل هذا المعنى واحد لكن إذا جمعنا هذه المعاني وهذه الألفاظ مع بعضها البعض تبين لنا أن العمل لا بد أن يكون لله وأن يخشى فيه الله وأن يعمل فيه لله وهكذا الصوم من أراد أن يأكل أو يشرب أو يجامع زوجته ما رأاه أحد من الناس إلا إذا كان يخشى الله ويخاف الله عز وجل ثالثا الصيام والصبر الصيام يعلم المسلمين الصبر يصبرون على الطاعة يصبرون على البعد عن الحلال الذي هو طعام وشراب وجماع وغير ذلك يصبرون على هذا امتثالا لله عز وجل فهذا الصبر وهذه الصفة صفة الصبر يمكن اكتسابها مع التدريب والتهذيب مع معرفة حسن الجزاء للصابرين إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حسابا الصيام رابعا الصيام يعلم الأمة السمع والطاعة المسلم يمتنع عن الطعام والشراب والشهوة سمعا وطاعة لله قال تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا واطعنا أخيرا الصيام والتقوى قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون الصيام سبيل إلى التقوى التقوى سبيل لبذل النفس والمال في سبيل الله قال تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة التقوى ها هنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأشار إلى قلبه الصيام سبيل إلى هذه التقوى خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى نسأل الله عز وجل أن يتقبل مننا ومنكم والحمد لله رب العالمين